ما هو إعادة هيكلة الحكومة؟ احنا هذا المشطلح يعرف الاقتصاديين ويعرف المختصين بالإدارة بس بقية الناس ما تعرف فاليوم يمكناني اتصلت على الناتق الرسمي للحكومة السيد باسم العوادي أربع خمس مرات أن يرد علي قلنا عسى والعل أن يكون ضيف من ضيوفنا ويقدمنا رؤية ويقدمنا فرشة للمجتمع العراقي هالسروية مولياني أنا ما أردب أصط بيها وما أردب أتح بيها بس رؤية الحكومة التي يفترض الناتق الرسمي يطلع بيها أتفاجأ أن الناتق الرسمي يطلع مع الجزيرة نت بتصريح مسهب بكامل التفاصيل لكن على الإعلام العراقي السيد باسم العوادي ما يرد وهي ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ليش الجزيرة نت أو الجزيرة يتابع على المواطن العراقي أكثر من ما يتابع وسائل الإعلام المحلية لو شمينا نحن؟ ليش ما تردون علينا؟ نحن ما متسولين يا سيد باسم العوادي نحن جاء ندعم توجهات السيد السوداني بهذه القصة وهذه التوجهات تخدم المواطن ولما نشتغل عد الحكام إحنا هذا الإسلوب عليكم أن يتراجعونه كثير يا سيد السوداني اسأل ناطقك الرسمي اللي باسم الحكومة العراقية ليش يقبل أن يصرح للجزيرة وما يقبل يطلعوا إيانا ما يقبل ينطينا معلومة وبالتالي نذهب ليأخذ ما تنوي فعله من الإعلام العربي لأنه يجوز إحنا ما أدريش بينا ما نعجب السيد باسم على الملاحظات من السيد باسم لو السيد باسم يريد الإعلام دولي أكثر مو بهذا الشكل إخوان مو بهذا الشكل التعامل معنا أكونات سنة خاتلة ببيوتها وقارعنا الإرهاب وقارعنا الموت وفتحنا ملفات بساد في أحلك الظروف فالإعلام العراقي عليكم أن تحترموه ولما تردون تفعلون دور الدولة فعلوه من خلال إعلامكم مو نروح نركض وراء الجزيرة نت لو وراء القنوات العالمية والعربية لأنه السيد الناتق الرسمي ما يقبل يرد على تليفونه إذا ما تقبل يرد على تليفونك على الإعلام العراقي ليس صاير ناطق رسمي أستاذ وإذا إحنا ما نعجبك قل لنا شون نجيب ناس تهجبك حتى ترد عليهم لأن هذه القصة اتكررت كثيرا اضطريت أن أحجيها يعني الآن جرد من السيد باسم العواد يقول شكرا جزيلا لتواصلكم حقيقة مشاركاتي في البرنامج السياسية الطويلة توقفت واقتصرت على المشاركة في النشرات الإخبارية الرئيسية فقط بلغ الصديق نجيب السلام المهم عندما نعتب نريد للدولة أن تنجح وللحكومة أن تنجح ولهذا الرجل أن ينجح لأنه قصص من هذا النوع ما عندنا غايات أن نقدح أو نمدح لكن كل شيء باستحقاقه وظيفة الناتق الرسمي أن يبين للعالم وجهة نظر الحكومة موسيقى اشتركوا في القناة